إذن كما تابعتم مشاهدنا الأفاضل أجرت العناصر الوطنية عشية اليوم الاثنين الثاني وآخر حصة تدريبية لها هنا في الملعب الملحقة لجابوما ستاديوم استعدادا لمواجهة المنتخب السيراليونية ظهرت ثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية زوالا لحساب أولى مباراة الخضر في كأس أمام إفريقيا حصة تدريبية عرفت عودة اللاعب رامي بن سبعين الذي تدرب بطريقة عادية رفقة باقي زملائه وهو الذي غاب عن حصة الأحد بسبب التعب والإرهاق كما عاد المدفع الطهرات الذي غاب عن سفرية الخضر من الدوحة إلى هنا إلى دول الكاميرونية أقول بسبب إصابته بفيروس كورونا لكنه شفيا والحمد لله واندمج بعاباقي اللاعبين أما فيما يخص الغيابات فقد سجل آدم الناس غيابه عن حصة الأثنين كما غاب زميله راميز زروقي هو الآخر استفسرنا عن سبب هذا الغياب فقيل لنا في محيط المنتخبة الوطنية أن راميز زروقي يعاني من إصابة على مستوى العقب أما فيما يخص آدم والناس فيعاني من إصابة على مستوى الكاحل وبالتالي سيغيب اللاعبان عن مباراة السيراليون كما سيغيب وسط الميدان إسماعيل بن ناصر بسبب العقوبة الجديد كذلك في الحصة التدريبية هو تدرب صوفيان فيغلي بطريقة عادية رفقة باقي زملائه للمرة الثانية على التوالي وبتالي بات جاهزا للمشاركة حتى في أول مباراة إن أراد ذلك الناخبة الوطنية جامل بالماضي كما تدرب نجم المنتخب وقائد الخضر رياض محرز بطريقة عادية وبات جاهزا للمشاركة فيما يخص التشكيلة المحتملة يمكن البدائل موجودة وبكثرة يمكن أن نشاهد يوسف عطال على الجهة اليمنى في محور الدفاع بالعمري موندي وكذلك بدران في انتظار الفصل في ثنائي محور الدفاع على الجهة اليسرى بعد عودة رامي بن سبعين يمكن أن يشارك كما يمكن أن يشارك اللاعب إلياس شتي المتألق في منافسة كأس العرف في وسط الميدان بما أنه سيغيب إسماعي بن ناصر يمكن أن يعوضه بالقبلة أو اللاعب آدم زرقان أو حتى بن دبك المتألق في منافسة كأس العرب كما يمكن أن يشارك كما أسلفت الدكر سوفيان فغولي الذي بات جاهزا للمشاركة في المباريات إلى جانب براهمي أو كذلك بولاي المتألق في الآونات الأخيرة خط الهجوم البذل على الحلول متاحة مع بالليلي بو نجاح وكذلك محرز مع وجود السليماني ولعبين آخرين ترجمة نانسي قنقر